السلام عليكم سكان حي النخلة بمدينة العيون سيد ملوك حافظكم الله ورفع الله وقدركم وجزاكم الله خير واحسن الله إليكم الدنيا مزرعة بالنسبة للمؤمن يحرث فيها ليحصد ما حرف وزرع في الدنيا وإن أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان إن شاء الله في هذه الدنيا هي نفعه للناس بعد توحيد رب الناس نفع الناس بل إن العبادات التي شرعها الله تعالى للعباد المقصود منها أن يكون الإنسان نافعا للناس فخير الناس أنفعهم للناس والخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله إن مسألة الاهتمام بمحاجات الناس هي أعظم خدمة يقدمها الناس للناس فالناس يربحون بالناس والناس يخسرون بالناس ومتى يربح الناس بالناس إذا كانوا في عون الناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون الناس إن تقديم الدعم والمساندة في مثل هذه الظروف للفقراء والمعوزين والمحرومين خيرها عند الله عظيم يكفي أن يسمع الإنسان إلى كلام رسول الله إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم المسلم إذا قدم الخير لعباد الله ابتغاء وجه الله سبحانه عز وجل فهو الذي ينتفع به قبل أن ينتفع أولاك فقد كان المؤمنون يقولون للمسكين مرحبا بمن جاء يحمل زادنا إلى يوم القيامة إن أحد الأنبياء سأل الله تعالى هل هناك من علامة تدل على أنك تحبني؟ قال إذا أحبك فقراء بلادك فذاك عنوان حبي لك فإذا أردني أحبك الله فانحز إلى هؤلاء الضعفاء وكن في خدمتهم في الحديث القدسي أن العبد إذا لقي الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك وأن تربل قال مرض عبدي فلان فلو أنك عدته لو وجدتني عنده فيقول استطعمتك فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأن تربل عالمين قال استطعمك عبدي فلو أنك أطعمتها لو وجدت ذلك عندي ثم يقول استسقيتك فلم تسقيني قال كيف أسقيك وأن تربل قال استسقاك عبدي فلان فلو سقيته لو وجدت ذلك عندي نعم يحشر الناس يوم القيامة حفات عرات غرلة يحشرون أجوعة ما كانوا وأعطش ما كانوا وعرى ما كانوا فلا يطعم يوم القيامة إلا من أطعم لله ولا يسقى إلا من سقى لله ولا يكسى إلا من كسى لله أتعرفون أن العبد عند خروج الروح يندم على شيء واحد ما هو حتى كم يقول سيد الرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين أملت إليكم وأموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أياتي أحدكم الموت فيقول ورب لو لا أخرتني إلى أجل قريب أفعلوا ماذا فعصدق واعكوا من الصالحين الله أكبر هنيئا لكم جزاكم الله وخيرا عانكم الله أسأل الله يوفقكم وإنكرمكم ويجير الخير على أيديكم يا سكان حينا خلات العيون سيدهم اللوك الشرقية أسأل الله يكرمكم ويرفعكم هذا هو العمل اللي يقدرش ما يديرش للأخير يدير ويدير الله ينوركم والله يعاونكم والله يجازيكم بخير ودعيوا معنا حافظكم الله ووفقكم الله وتقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله بركته ويسأل الله على حبيبنا وحمد الله وعلى صحب السلام اشتركوا في القناة